راح أشيلكم ليش الحلبوسي جاب الأصوات اللي أخذها بالمقاعد في لا لا مهمة أرجوك أرجوك هاي الهربة بها سالفة خميس الخنجر ليش مو راح أربط لك إياها يا أخوية راح أربط لك إياها مو ليش احنا منطلع الحلبوسي منطلع الحلبوسي بالـ 14-11 بسنة اللي صارت به الانتخابات هو طلع بـ 14-11 صح لو لا باب الترشيح للانتخابات بعدش قد من غلق باب الترشيح يالله طلع هو يعني احنا ممكن بالثامن احنا بالثامن انسد باب الترشيح هو راح لأما نختار نوعية جيدة من المرشحين في عموم المحافظات فهذوله وراء ما طلع الحلبوسي تورطه وصاروا مرشحين الحلبوسي الحلبوسي طلع فصار مصيرهم مرتبط بإحياء الحلبوسي لذلك هذوله وأغلبهم مولاد حمايل طيبة راحوا يشتغلوا لأنفسهم حتى يضمنوا صعودهم للمحافظات على مود ما يضع لهم فرصة فصار مصيرهم وحياة الحلبوسي ومرتبط بحياتهم السياسية مصير مشترك فلذلك قاتلوا من أجل أنه يحيون الحلبوسي حتى يحيون نفسهم للمشاركة بالانتخابات وهذا اللي لأنه تدري هو باعتبارها كان رئيس سلطة اثنين فتح الدعم ثلاثة جيشت للشرقية وجيشت للرشيد وجيشت لقناوات إضافة للشركات العالمية اللي هم مرتبط بيها تدري هذا كله جيش من أجل إحياء الحلبوسي بعد القرار الشجاع لأخذت المحكمة الاتحادية بعدين اتبنى خطاب طلع أنه هو البطل السني صلاح الدين أيوبي مال السنة والشيعة والإطار الشيعي وإيران ضربوا من جابك من الأصل من جابه مو المرحومين هم تجابوه مو فرض على الموجودين احنا ربعنا من يشوفون الجو ماشي باشر باشر خلي يقولون منهم من السنة موجود تشوفه رجال مغمور ما لعلاقة بس صارت الإرادة الشيعية في أحزاب الشيعية صارت الإرادة على فلان السنة يراقبون إذا شافوا الإرادة جايبت يركضون عليه يقولوا يا أبا كنا وياك لأنه هو جاي جاي فبالنتيجة يقولك عشب خربين أول شيء يريدونه لأنه الغالبية تفرغ كلمتها بالتصويت فبالنسبة الموضوع خميس الحلبوسي بقت أذرع كاملة لأنه ما استهدفت الأجنح أو الأذرع لأنه تقريبا دورته الانتخابية وهو رئيس برلمان والحزب الأوحد والحزب المنفرد مع شخصية الحلبوسي مع المحافظات اللي فارضها فكان متشعب في الدولة من ضمنها المسالة والعدالة وغيرها فلذلك كل علاقاته بالدولة هو طلع من الكرسي لكن كلها قائمة ترجمة نانسي قنقر